بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الدرس التاني من دروس قراءة البطرون. في الدرس الاول اتعلمنا بعض رموز البطرون من خلال تطبيق البطرون وحدة مربع الجاني. والحقيقة واحدة جميلة جدا وليها استخدمات عديدة. وتعلمنا بعض رموز زي سلسلة ونصف عمود وعمود وكمان غزة منزلقة. في الدرس ده ان شاء الله او الفيديو ده هنتعلم بعض رموز الجديدة من خلال تطبيق بطرون برضو الوحدة جميلة او الحقيقة. الوحدة دي بتبدأ بشكل دائري وبعدين بتتحول بتبقى على شكل مربع. ممكن تعملها بخط وفاية وطبعا هي بتبقى وحدات وهنشبكهم مع بعض ويبقى مفرش صفر جميل جدا. او تعملها بخط قطنة او صوف وتبقى بطني بيبي تبقى جميلة جدا. او في شال او في استخدمات كتير. نعملها مع بعض وان شاء الله ونشوف فممكن نستخدمها في ايه. الوحدة دي زي ما اتفقنا كده بتبقى شكل دائري وبعدين بتبقى شكل مربع فليها شكل مميز يعني. اه دي رموز اللي احنا اخدناها البطرون اللي فات. اه خدنا رمز ده وقلنا ده رمز غرزة السنسلة. رمز حرف تي ده اللي هو غرزة نصف عمود. حرف تي وفي لفة او شهارة ميلة. ده غرزة عمود بلفة. والنقطة المزللة دي غرزة منزلقة. اه ده اللي احنا اخدناها البطرون اللي فات. هنطبقهم في البطرون ده ولو فيه غرز جديدة ان شاء الله هنضفهم عليها. اه البطرون ده مقوم من تلت سطور. ادي ده السطر الاول. وده التاني وده التالت. اه بعض الاساسيات اللي احنا قلناها الفيديو اللي فات. ان احنا قلنا البداية ممكن تلقى تلت اشكال. ممكن تلاقيها بالشكل ده. ده معناه داية السحرية. او تلاقيها سلاسل. فهتعدي السلاسل وهتعمليهم وهتقفليهم بمنزلقة وتشتغلي جواهم. او هتلاقي داية زي دي ومكتوب جواها رقم. معناها ان انت هتعملي سلاسل عددهم هو رقم المكتوب ده وتقفليهم برضو وتشتغلي جواهم. طيب احنا عندنا في البطرون بتاعنا ده داية دي. دي معناها ان احنا ان شاء الله نعمل داية سحرية. طيب. وبعدين. اه لازم ادور اولا احنا نشتغل زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات. بنشتغل عكس عقاية بالساعة. ان هنشتغل كده الناحية دي. مش هنشتغل الناحية دي. دايما الشغلة هيبقى جهة اه يدنا الشمال. هنضوع على سلاسل عشان نبدي نرتفع من خلالها. شايفين? اهي. دي سلاسل الارتفاع. طيب. وقلنا الفيديو اللي فات بها ده ان آآ كل غوزة لها آآ عدد من سلاسل الارتفاع. غوزة الحشو بيبقى ارتفعها سلسلة واحدة. آآ غوزة النص عمود ارتفاعها اتنين سلسلة. غوزة العمود ارتفاعها تلات سلاسل. طيب. هنا هشتغل ايه جهة داية الصحرية? تعالوا نشوف مع بعض كده رموز. هو ده رمز ايه? ده رمزة عمود بلفة. معناها ان ان هشتغل جهة داية دي عواميط بلفة. احنا قلنا ارتفاعها كام? تلات سلاسل. واحد اتنين تلاتة. يبقى هتفع تلات سلاسل. وهشتغل كم عمود جهة داية? نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تعانية تسعة عشر حداشرة. حداشرة يا عمود. خلي بالكم يا جماعة. التلات سلاسل دول انا هعتبرهم عمود. يعني كأن الداية دي جواها اتناشرة عمود بلف. طيب نشتغل مع بعض السطر الاول كده ونشوف هنعمله ازاي. والحقيقة انا حابة غير لكم الالوان انا حابة اعمل كل سطر بلون. عشان اللي حابب يتعلم بعضه ازاي نقدر يغاية اللون خلال الشغل. نبدأ كده مع بعض ان شاء الله. هبدأ انا السطر الاول باللون الابيض. تمام? طيب. الداية الصحية بتتعامل ازاي? احنا قلنا ما فيش مشكلة لو عملت سلاسل وقفلتها منزلقة واشتغلت جواه زي كده. بصتوا يا جماعة. تعملي عقدة بداية. وتشتغلي. اربع سلاسل. اهو. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وتقفليها منزلقة. يعني هتوحي عند اول سلسلة. كده تخشي وتسحاب الخير منها ومن الغازة الاخيرة. بصوا. اهي. وتشتغلي جواه هنا. شايفين? تشتغلي جواه الداية الصغنانة دي. او نعمل بقى الداية الصحية مع بعض. اللي هي بتتعامل ازاي? نشوف كده. انا بعملها ببساطة بعمل كأني بعمل عقدة او فيونك. شايفين? اهي. ببساطة. بعدين اجيبي للطرف الصغير لناحية دي والطرف الكبير لناحية دي. وادخل ابرتي كده جوا الداية اللي انا عملتها دي. واسحب الخيط. واعمل سلسلة. كده تكونت العقدة الداية الصحرية. هشتغل جواه وبعدين هقوم شد الطرف ده. واقفل على الشغل اللي انا عملته. هنشوف ازاي ان شاء الله. احنا اتفقنا ان السطر الاول. احنا اتفقنا ان السطر الاول هيبقى عبارة عن ايه? الداية الصحرية. وهنا هتفع تلات سلاسل. ونعمل جنبه حداشر عمود بلف. طيب. انا هنا اهو اتفعت السنسلة. يبقى انا نقس لي التانية والتالتة. وبعدين هعمل حداشر عمود بلف. آآ العمود بيتعمل ازاي? نعيده تاني كده ان شاء الله. احنا بنلف اللفة على الابر. وبندخل كده في الدايرة. ونسحب الخيط. بقى عندي تلات لفات. هلف الخيط. اسحبه من اول لفتين. هلف الخيط اسحبه من اللفتين التانين. تاني. ده كده اول عمود خلي بالكم يا جماعة. هلف الخيط على الابر. هدخل كده جوه الدايرة. هسحب الخيط. هيبقى عندي تلات لفات على الابر. هلف الخيط واسحبه من اول لفتين. هلف الخيط واسحبه من الاتنين التانين. نعمل كمان عمود. اهو. اهو. تاني. اهو. نلف الخيط ندخل نسحب الخيط بقى عندي تلات لفات الف الخيط اسحبه من اول لفتين الف الخيط اسحبه من اللفتين التانين. هكمل بقى العوامية دي احداشر عمود ونرجع نشوف هنقفل ازاي بازن الله. آآ كده خلاص انا عملت لكم الحداشر عمود بالتلات سلاسة الاولى بقى انهم اتناشر عمود جوا الداية. هقفلها ازاي? بصوا يا جماعة دي طرف الصغان انا هون. هسحبوا كده بشويش. اه. بصوا تقفلت ازاي? طيب. المفوض ان انا هقفل السطر الاول ازاي? آآ احنا قلنا. احنا قلنا ان احنا بنعتفع تلات سلاسل ونعتبرهم اول عمود. لما اجي اقفل هقفل هنا في السلسلة الاولى دي. بغرزة منزلقة. شوفوا ازاي? اهون. المفوض ادخل في السلسلة واحد اتنين دي السلسلة التالتة. هدخل هنا كده. واسحب الخيط منها. واسحب من هنا. بصوا كده خلاص انا نهيد السطر الاول. اه شد الخيط ده بس شوية كده. اهو. تمام? لكن انا عايزة اغير اللون. اه تغيير اللون بيبقى في وانا بقى في السطر. فهاجع تانية افك غوزة منزلقة اللي انا عملتها دي. عشان عايزة اغير اللون. طب هغيره ازاي? هجيب انا هشتغل باللون الاحمر. فهجيب اللون الاحمر كده. اهو. واجي اعمل غوزة منزلقة عشان اقفل السطر. هدخل هنا كده. بس بدل ما اسحب اللون الابيض هسحب اللون اللي انا هشتغل بيه. اللي هو ايه هنا? اللي هو اللون الاحمر. اهو. ماشي هشد بس كده شوية الخيط. عشان يبقى عندي مساحة ان انا هزبطه في الاخر. وهشد كمان الخيط الابيض ده. وهقول لكم هنعمل فيهم ايه ان شاء الله? كده انا لضمت الخيط الاحمر. هعمل ايه? تعالوا نشوف السطر التاني كده. السطر التاني هلاقي برضو له ارتفاع. اه انا هشتغل لفات هوريكم لان دي الرمز ده اسمه اه غوزة البف او غوزة المنتفخة. يبقى ده رمز جديد علينا اسم غوزة البف او الغوزة المنتفخة. هنشوف بيتعامل ازاي? بس برضو لازم له ارتفاع. يعني مش هقدر اشتغل غوزة بفن غير ما اتفع لها. فانا اللفات اللي عاملها بطول عمود. عشان كده هتفع تلت سلاسل برضو. تعالوا نشوف كده اول غوزة البف هعملها ازاي? هنهتفع تلت سلاسل. واحد. اتنين. تلاتة. هنقول دلوقت الخيط ده هنزبطه ازاي? بس نشتغل اول غوزة البف مع بعض. آآ وبعدين غوزة البف بتبقى عاملة ازاي? هي عبارة عن تلت لفات. هلف تلت لفات. وهسحب الخيط منهم كلهم. انا هعتبر دي كده اول لفة. التفاعل انا عملته ده هعتبر اول لفة. فهلف الخيط كده. وهدخل في نفس المكان اللي تفعت منه. اهو. واعمل اللفة التانية. بصوا بس اشد بقى الخيط كده. يعني اتفع باللفة شوية كده. كده اتنين. هدخل نفس المكان. واسحب الخيط واتفع بيه برضو. وثلاتة. هلف الخيط واسحبه من اللفات كلها اللي موجودة على الابر. واعمل سلسلة عشان اقمن الشغل بتاعي. دي كده اول غوزة بف انا عملتها. طيب. بعد اول غوزة بف ايه اللي هيحصل? بنمشي كده. زي ما اتفقنا بنمشي على جهة اه ادنا الشمال. امشي كده اشوف اللي موجود. الاقي اتنين سلسلة. وبعدين غوزة بف. وبعدين اتنين سلسلة. غوزة بف اتنين سلسلة. معنى كده ايه? معنى كده ان انا هشتغل فوق كل عمود غوزة بف. وبين كل غوزة والتانية اتنين سلسلة. تعالوا نشتغل مع بعض كده ونشوفها بقى تتعامل ازاي? احنا عملنا كده اول غوزة بف وقفلنا عليها بسلسلة. هنعمل اتنين سلسلة اللي هي بين اي غوزتين بف هشتغلها. التانية هتبقى فين? فوق العمود التاني. اهو. هدخل هنا كده. اهو. الف لفة. بص يا جماعة لازم اشد ايدي شوية كده. واعد ادي كده واحد. هلف الخيط وادخل في الغوزة العمود واسحب الخيط بقوا متنين. هلف الخيط وادخل في غوزة العمود واسحب الخيط بقوا تلاتة. هلف الخيط واسحبه من اللفات كلها اللي على الابرة. اهو? واعمل سلسلة تأميل للشغل. نعمل بقى بعد كده ايه? اتنين سلسلة. واحد اتنين. وبعدين هعمل غوزتي هي بتتعامل ازاي? هلف الخيط على الابرة. هدخل في الغوزة او العمود اللي انا هشتغل عليه. واسحب الخيط وتافع به شوية كده. كده واحد. اتنين. تلاتة. هلف الخيط واسحبه من كل اللفات اللي على الابرة واعمل سلسلة. كده عملنا كم غوزة باف? تلاتة. يعني فوق كل عمود هشتغل غوزة باف. بين كل واحدة والتانية هنعمل ايه? اتنين سلسلة. يبقى انا ناقصة لدلوقتي اعمل ايه? اعمل اتنين سلسلة. واحد. اتنين. وبعدين هعمل غوزة باف هنا. هنعملها ازاي? هنلف الخيط على الابرة. هندخل فيه في راس العمود كده. واسحب الخيط. واحد. لازم اشد كده يا جماعة شوية. واحد. اتنين. تلاتة. ونف الخيط كده. واسحب كل اللفات اللي على الابرة. واعمل سلسلة تأمين للشغل. وبعدين اعمل سلسلتين اللي هو ايه اللي عليهم في البطول. نعمل واحدة كمان مع بعض. لف الخيط. ادي راس العمود اللي بعد كده هون. ادخل واسحب الخيط. واحد. ما حدش بقى يعمل كده. في كتير بيقولولي مش عايفين نعمل غوزة البطول. انه ممكن تكوني بتعملي كده. بتخشي وتسحبي وتوقفي بقى كده خلص. طب هعمل ايه? هعمل مش هعف اشتغل. لازم اهتفع شوية كده باللفة اللي انا سحبتها دي. واعد كده واحد. اتنين. تلاتة. خلفه واسحب. واعمل سلسلة. واعمل السلسلتين اللي هو ايه اللي عليهم في البطول. نعمل واحدة كمان مع بعض. واحد. اتنين. تلاتة. خلف الخيط واسحبه. واعمل سلسلة. واتنين سلسلة. مش يا جماعي بقى انا دلوقتي بشتغل غوزة بفق كل عمود بين كل واحدة والتانية اتنين سلسلة. اكملهم ونرجع نشوف هنقفل السطر التاني ازاي ان شاء الله. اه اعملنا هو آآ غوزة البفق كل عمود وبين كل غوزة والتانية. اتنين سلسلة. نعدهم هنلاقيهم اتناشر. اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر. هنقفل السطر ازاي? الطبيعي برضو ان احنا نقفل بغوزة منزلقة في السلسلة بتاعت غوزة كده. واسحب الخيط واعمل منزلقة. هسحبه كده واسحبه كده. بصوا. كده انا قفلت السطر الايه? التاني. بس انا عايزة اغاية اللون. وقلنا اتفقنا ان احنا ما نيجي نغاية اللون هنغيره في النقطة اللي هاجي اقفل فيها السطر. فهاجع تاني فوق الغوزة منزلقة اللي انا عملتها دي بقى مش هعملها. انا بس تب حبيتها وايكو. احنا هشتغل بيه? انا هعمل بالخيط الاخضر. اهو. هدخل بقى هنا كده في السلسلة اللي انا مفروضة اقفل فيها. وبدل ما اسحب الخيط الاحمر هسحب الخيط الاخضر. اول خيط اللي انا هشتغل به السطر التالت. وقش خليه تحت هنا كده. اهو. وقش بتو كده هو الخيط الاحمر. وهقول لكم برضو هنزبطهم ازاي? وبعدين نشوف بقى السطر التالت هنعمل في ايه? اه احنا كده وصلنا لغاية فين? لغاية اهي. دي الغازة المنزلقة اللي افلنا بها. بصوا احنا عملنا اول غازة بف اتنين سلسلة بف اتنين سلسلة وهكذا وهكذا وهكذا. لغاية ما وصلنا الاخر اتنين سلسلة هنلاقي النقطة دي. النقطة دي اللي هي ايه اتفقنا? لهي الغازة المنزلقة. افلنا في اول في السلسلة بتاعة غازة البف الاولى. طب هنعمل ايه بعد كده? لازم هلاقي سلاسل التفايع تدلني على السطر التالت. بصوا يا جماعة اهي. شايفين? اتنين سلسلة هم. معناها ان انا هشتغل ايه? معناها ان انا هشتغل نص عمود. وفعلا. لقيت جنبها هو نص عمود ونص عمود. آآ يبقى انا ده الفراغ الاول. هشتغل جواه اتنين سلسلة. نص عمود نص عمود. طيب نشتغلهم كده ونشوف هنعملهم ازاي? احنا كده هنطلع اتنين سلسلة. اهو ده الفراغ الاول بس هعمل جواه منزلقة عشان اوصله. معي? بعدين اتفع اتنين سلسلة. واحد اتنين. واشتغل جواه الفراغ ده ايه? اتنين نص عمود. نص عمود بنشتغله ازاي? زي ما كون هعمل عمود بس هلف الخيط واسحب التلات لفات مع واحدة بقى. مش لفتين وبعدين لفتين لأ. هلف الخيط هدخل في الفراغ كده. هسحب الخيط بقى تلات لفات هلف. واسحب الخيط من التلات لفات مع واحدة. يبقى ده كده اول فراغ اهو اشتغلنا فيه. شايفين يا جماعة? ده الفراغ الاول. اشتغلنا فيه اتنين سلسلة اتفاع. واتنين نص عمود. بعد كده انتقل لمين? الفراغ التاني. اشتغل فيه ايه الفراغ التاني? اشتغل تلاتة عمود. تلاتة سلسلة. تلاتة عمود. طيب تعالوا نشتغل اللي هو اللي انا عليه. ايه دي الفراغ التاني هو على طول. هشتغل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة سلسلة. تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اهو. بقى ده الفراغ الاول عملنا فيه اتنين سلسلة اتفاع اتنين نص عمود. الفراغ اللي بعديه عملنا تلاتة عمود. تلاتة سلسلة تلاتة عمود. شايفين يا جماعة? طيب بعد كده. هنشتغل نشوف البطول هيقول لي ان نشتغل ايه? خلص احنا عملنا الفراغ التاني اهو. هنجي على الفراغ التالت. هنشتغل فيه تلاتة نص عمود. اللي بعديه تلاتة نص عمود. اللي بعديه اللي احنا هنسميه بقى فراغ الزاوية. يعني احنا عندنا اتناشر غوز الباف. فبالتالي هيبقى فيه اربع زوايا عندي. ادي الزاوية الاولى اللي احنا اشتغلناها. واده التانية. التالتة اربعة. يبقى احنا عملنا اول فراغ اشتغلناه. التاني. التالت واربع هيبقى تلاتة نص عمود. تلاتة نص عمود. هنجي في الفراغ الخامس. هنعمله زاوية. زاوية يعني تلاتة عمود. تلاتة سلسلة تلاتة عمود. هنمشي مع البطول. خلاص? طيب انا بوقتي هشتغل في فراغين. اه تلاتة تلاتة نص عمود. ادي اهو. ادي الفراغ اللي بعددي على طول. هدخل كده واسحب الخيط. بقى عندي تلات لفات. الف الخيط واسحبه من التلات لفات مرة واحدة. ادي واحد. ادي واحد. اتنين. تلاتة. اتفقنا. واللي بعدي تلاتة نص عمود. اللي بعدي تلاتة نص عمود. واحد. اتنين. تلاتة. اللي بعدي هيبقى ايه? هيبقى زاوية زي دي. يعني تلاتة عمود تلاتة سلسلة تلاتة عمود. يلا اهو. واحد. اتنين. تلاتة تلاتة سلسلة تلاتة سلسلة تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين. عملنا كده ايه دلوقتي? عملنا الزاوية التانية. وبعدين هيبقى فيه اتنين فراغين ادي فراغ ودي فراغ كل واحدة فيهم تلاتة نص عمود. وبعدين زاوية وبعدين فراغين تلاتة نص عمود وبعدين زاوية وبعدين نشوفW هنقفل ازاي السطر التالت? طيب يبقى احنا اتفقنا. اللي هنا الفراغين الجيين هينشغلهم ايه? تلاتة نص عمود. ادي واحد. واحد. اتنين. تلاتة. اللي بعديه كمان تلاتة نص عمود. واحد. شايفين يا جماعة نص عمود بتعمل زي بقى تطلق بطه بقى. اتنين. تلاتة. حفظنا. الفراغ اللي بعد كده هيبقى زاوية. زاوية يعني كم? يعني ايه? زاوية يعني هنشتغل. هم? تلاتة عمود. ادي واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة سنسلة. تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. بعد كده هنشتغل تلاتة نص عمود. اتنين. تلاتة. واللي بعديه كمان. تلاتة نص عمود. واحد. اتنين. اللي بعد كده زاوية هنشتغل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة سلسلة. تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. الفهاغ اللي بعد كده هشتغل تلاتة. شد بس الخيط شوية. هنشتغل تلاتة. مص عمود. واحد. اتنين. تلاتة. وبعدين. خلاص. الفهاغ اللي بعدين انا اصلا كنت شغالة فيه. اه اتنين سلسلة ارتفاع. واتنين نص عمود. يعني كأنهم تلاتة غاز نص عمود. هقفل انا وصلت غاية هنا هقفل بمنزلقة في الغازة التانية دي. اهو. خلاص انا كده مش هغاية الولا ولا حاجة. موضوع انتهى. فهخش كده في الغازة التانية. واسحب الخيط واسحبه كده. واعمل سلسلة تأمين للشغل. واقص الخيط الاغضة على مسافة كده مظبوطة شوية. واسحبه كده. خلاص. اهو. كده خلصت معي الواحدة. اهو يا جمعة شايفين? شكلها بقى جميل ازاي? اه كانت مضوعة وبعدين بص بقية موابعة عزاي لاني عملت الزواية. اما عملت الزواية اه اديتني شكل الموابعة ده. شكلها جميل اوي. عايزين بس ننظف الخيط اللي هوها ده. اه طيب واحدة واحدة كده. الاول ده خيط البداية. تمام? بعدين ده كده خيط النهاية بتاع الابيض والبداية بتاع الاحمر. انا عن نفسي بقابطهم كده تأمين. يعني بعمل كده. عقدة كده. تأمين. عشان ده بس شوية مش قوي ومش كده. وكمان عقدة. ده اللي انا بعمله الحقيقة. تأمين للشغل يعني. بعمل عقدتين كده. يبقى ده قلنا ده الخيط بتاع الداية السحرية. وده كده خلاص خيط النهاية البداية بتاع الاحمر والنهاية بتاع الابيض. هنا ده خيط البداية بتاع الاخضة والنهاية بتاع الاحمر. فههمسكهم الاتنين كمان. وعقدهم عقدتين هما كمان تأمين للشغل. كده اهو. وشد يعني مزبوط مش قوي ومش مش بشويش. كده عشان الشكل بس من وقت ما بقاش مختلف. كده تمام? طيب. وبعدين هعمل ايه? وده طبعا خيط النهاية. اولا من قدام الشغل بقى ظريف اهو مش باين خالص انا فين بدأت وفين نهاية الخيط. اهو. يعني بصرف النظر عن خيط اللي وقت دي كده. اهو. شايفين? طيب. كده احنا اتفقنا. انا عملت ايه? اه لازم بقى اه اه امن الشغل اكتر. فالحقيقة بجيب ابرة التنظيف كده. وابرة التنظيف دي يا جماعة عبارة عن اه 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 ابرت قنفا. يعني انا انا عن نفسي بشتغل ابرت قنفا. فيه ابرة كده بتبقى زي دي. بس انها مدبب يعني مش في اي حاجة ممكن تستخدميها. وفيه اللي هي اه دي ابرة كنفا. يعني دي ابرة كنفا. فيه طبعا ابرة اكبر شوية بس الحقيقة دي المتاحة عندي. وفيه ابرة بلاستيك بس البلاستيك بتبقى تخينة قوي من هنا. بتبوز شكل الشغل. في يعني حسب استخدامك. انا بعمل ايه? انا اللي بعمله ان انا هل دون كل فتلة من دول في ابرة التنظيف دي او ابرة الكنفا اللي عندي. وادخلها كده. بسم الله. اهو. ده اول خيط عندي. اللي هو خيط الداية السحرية. دايما نسو بيعاصل لجمعية. عشان الابرة دي اصلا ضيقة شوية. فمعلش نحاول تاني. اهو. نحاول كده مع طبعا. اهو. طيب هعمل ايه? اللي هعمله هنا هعمله في كل خيط من دول. هدخل كده بص يا جماعة عشان فيه ناس برضو بيقولولي الخيط بيفك منه وانا لضمت الخيط البداية هو. هدخل كده جوة ضيقة بشويش من جوة كده. افضل الالف جوة شوية كده. بشكل عشوائي. يعني مش بشكل محدد. بشكل عشوائي. بس منها ان انا بخفي الخيط وادخله جوة الشغل. فبيبقى صعب انه يدفك. بصوا. اهو. بس ما شدش بس. وخلي بالي الخيط ما يبانش من الناحية التانية. اهو. انا هكتفي بكده. وهو مقصة خلاص كده. اهو. انتهى الموضوع خلاص. اهو. مش هيفك ان شاء الله خلاص. ادي خيط البداية كده انتهى. نفس الحكاية هعملها في الخيطين دول. بعد مع الطوم طبعا. ونفس الحكاية هعمله برضو في الخيطين دول. والخيط النهية بتاع الاغضة. كده التلات الخيط كلها مش هتبقى باينة نهائي نهائي نهائي. خلاص? اهو. ويبقى ده الشكل عندي. ده الموابعة اللي احنا عملناه النهار ده. شايفين شكله ظريف ازاي? طبعا بقى انت هتنطف الخيوط وهيبقى شكله كده في النهائي. اه بيبقى جميل او الحقيقة لو استخدمتي الوان مختلفة. يعني مسلا لو حبيتي تستخدمي اه تلات الوان وتغيري في تداجهم. بمعنى اه اشتغلتي مسلا ابيض احمر اغضة او تلات الوان من نون واحد متداجة. يعني مفاتحة بمبا ابيض وغياتي. الوحدة اللي بعدها هتخلي الاغضة جوة والابيض في النص والاحمر ضارة. مسلا. فيه اشكال بتبقى جميلة جدا. بتدي شكل جميل جدا جدا للوحدة دي. اه احب بس ان انتوا تكونوا استفدتوا ان شاء الله بالوحدة دي ويكونوا واضحة بالنسبة لكم. تغيير اللون يكون اه واضح كمان. احنا زي ما اتفقنا كده. احنا زي ما اتفقنا اه اللي تعلمنا لنا هادا غوزة واحدة بس جديدة. اه وهي غوزة الباف. اللي هي ده بيبقى شكلها. اهو. اه ده اللي تعلمناها جديدة غوزة الباف. اه لكن السنسلة كنا واخدينها قبل كده. في البطون اللي فات. ونص عمود وعمود ومنزلقة. نكتب مع بعض الغوزة اللي باف اهي. دي كده. غوزة باف. او المنتفخة. ده بيبقى شكلها يا جماعة في البطون. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم. يكون شرحي واضح للبطون ده. اتمنى تعملوه. واتمنى تستفيدو به. واتمنى تتعلموه ازاي تغيرو اللون. ويتوروني محادات بالوان مختلفة ان شاء الله. مع التدريب ومع المحاولات الشغل بيتزبط وبيبقى جميل. وكمان اي بطون تشوفيه تحاولي اتقائي. زي ما حاولي ان نقع البطون ده كده. مفيش حاجة صعبة ان شاء الله. اشوف بقى الوحدة دي وتطبيقات كلها بتلات الوان مختلفة. بحيث مش عايزة الاقي ام يعني مش عايزة اعرف انتو فين بداية ونهاية الخيط. مش عايزة اعرفها خالص. عايزة اه الشغل يبقى مش باين فين بداية ونهاية. زي الوحدة اللي احنا عملناها مع بعض كده بسهولة وبساطة. والدية الصحية برضو سهلة وبسيطة. وعرفنا بتتعامل ازاي? اتمنى يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوني للفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.